بالفعل هذا صحيح اليوم سيجتمع مجلس الحرب بعد عدم إنعقاده لمدة أسبوع كامل أنوه هنا بأن وفق الاتفاق في حكومة الطوارئ يفترض أن يجتمع مجلس الحرب كل 48 ساعة أي مرة كل يومين هذا ما كان يحدث سابقا هذه المرة منذ أسبوع لم يجتمع مجلس الحرب وسط انتقادات شديدة من أعضاء مجلس الحرب لنتنياهو بالطبع مكتب رئيس الوزراء هو من يدعو لالتئام مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت الموسع بطبيعة الحال وبالتالي انتقادات لنتنياهو على هذه الخلفية خاصة وأن أعضاء مجلس الحرب لم يكونوا شركاء فيما يخص المفاوضات التي تجري في الدوحة البيان الذي صدر بشأن وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدودة هو صدر عن مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أعضاء مجلس الحرب لم يتلقوا تحديثات هناك انتقادات شديدة من قبل جانتس وأيزنكوت لنتنياهو بهذا الشأن لأنه لا يشركهما على أي حال الخلافات ما بين هذين الطرفين ما بين الممثلي المعسكر الرسمي في مجلس الحرب وما بين نتنياهو تتعاظم وتتكاثر كلما مر الوقت والكثير من المحللين السياسيين يرون بأن خروج جانتس وأيزنكوت من هذه الحكومة هو مسألة وقت فقط على أي حال سيجتمع مجلس الحرب من أجل الحديث عن تفاصيل التطورات في هذه الصفقة نذكر بأنه قبل يومين أصدر رئيس الوزراء نتنياهو أو صدر بيانا عن مكتبه يتحدث عن الوصول إلى طريق مسدودة يقول بأن حماس ما زالت تتعنت وما زالت تتمسك بمواقف غير معقولة وبالتالي لا يمكن الاستمرار بهذه المفاوضات بالطبع كان هناك أيضا إعادة للوفد أو للطاقم المهني الذي كان في الدوحة ولكن مصادر إعلامية إسرائيلية تؤكد بأن هناك في الدوحة ما زال هناك طاقم مهني ربما ليس رفيعا ولكن المفاوضات مستمرة الطواقم ما زالت موجودة الولايات المتحدة ما زالت تضغط باتجاه استمرار هذه المفاوضات علها تفضي إلى إبرام صفقة أيضا مصادر أمريكية كانت أكدت بالأمس لموقع ولا الإسرائيلي بأن هناك ضغوط وبأن المفاوضات ستتجدد خلال الأيام القريبة ما نفهمه أيضا من المصادر الإعلامية الإسرائيلية بأن الفجوات ليست كبيرة كما تصورها إسرائيل وبأن القضية الأساسية موضع الخلافية عودت النازحين إلى شمال قطاع غزة إسرائيل كانت قد اقترحت بأن تعيد كل يوم ابتداء من اليوم الرابع عشر للهدنة ألفي نازح فلسطيني من الجنوب للشمال بالنسبة لحركة حماس هذه إعداد قليلة جدا هي بمثابة إعطاء مهد لمرض خطير وبالتالي هي تقول بأن هذه قضية إنسانية ويجب إعادة عشرات الألاف من النازحين يوميا من الجنوب إلى الشمال التقم المفاوض مازال يقول أنه رغم توسيع تفوضه ولكنه لم يتمتع بالصلاحيات الملائمة من أجل التفاوض على قضية عودة النازحين إلى الشمال وبهذا هم عمليا يواجهون إصبع الاتهام إلى نتنياهو الذي لم يعطيهم الصلاحيات الكافية أيضا هناك حالة جدل كبيرة تثيرها قضية تجنيد الحريدم والأحزاب الدينية حسب ما جاء في دعوت أحزاب الدينية تهدد من الانسحاب من الحكومة إذا ما تم تحديد نسبة لتجنيد الحريدم ما التفاصيل حول هذه النقطة إيمان نعم هذا موضوع خلافي منذ سنوات ولكن الأزمة الآن هي بسبب الدعوة المتواجدة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية كان هناك قانون يعفي الحريديم من التجند لجيش الاحتلال الإسرائيلي هذا القانون توقف عن السريان أو انتهى موعد سريانه وبالتالي يجب على الحكومة الإسرائيلية سن قانون آخر يؤثر أو يقونن قضية إعفاء الحريديم من التجند في جيش الاحتلال بالطبع محكمة المحكمة العليا الإسرائيلية تستند إلى مبدأ المساواة في هذه الدعوة المقدمة ضد الحكومة الإسرائيلية وتقول بأنه حسب مبدأ المساواة يجب تجنيد الحريديم أسوى بكل المواطنين الإسرائيليين يعني في جيش الاحتلال واليوم يجب أن تقدم الحكومة الإسرائيلية إجابتها للمحكمة العليا الإسرائيلية من المرجح أن تطالب بتأجيل جلسة المحكمة العليا على خلفية وصول المفاوضات مع الأحزاب الحريدية إلى طريق مسدودة عمليا المستشار القضائي بشكل عام هي من تمثل الدولة ومواقف الحكومة الإسرائيلية أمام المحاكمة الإسرائيلية تقول المستشار القضائي أنا لست على استعداد لأن أفاوض أو لأن أمثل موقف الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية طالما لم تحدد الحكومة نسب تدريجية لتجنيد نسب سنوية لتجنيد الحريدين في جيش الاحتلال ولكن الأحزاب الحريدية مثل يهدوتها تورا وشاس حتى الآن ترفض بأن يتم تحديد نسبة أو أعداد معينة سنويا لتجنيد أعداد معينة من الحريدين في الجيش الإسرائيلي وبالتالي وصلوا إلى طريق مسدودة يهدوتها تورا كانت قد هددت بالخروج من هذه الحكومة وهذا ليس سيناريو غير معقول لأن بالفعل في السابق كانت حكومة قد سقطت بسبب هذه القوانين شكرا